ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الذي لجأ إليه غالبية صناع القرار في بروكسل والعواصم الأوروبية تجاه التطورات الحاصلة في المنطقة والتي لا يختلف عليها إثنان أن حصة الاستفادة المغربية منها كبيرة ووفقا لتقرير مفصلة نشرته صحيفة الإسبانيول الإسبانية فإن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كانت بمتابة ضربة وجهها في آن واحد لأكثر من عصفور وخصوصا الدول الأوروبية ونجح المغرب في التوصل إلى اتفاقية هامة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الاقتصادي وبعد مصادقة الرباط وموسكو على مشاريع اقتصادية ضخمة ستار النور بالناظر أصبح بلدنا تالي تأقوى شرك اقتصادي لروسيا في إفريقيا والتاني عربيا ليؤكد بذلك الطرفان دخولهما مرحلة تعزيز الشراكة الاقتصادية التنائية وكانت زيارة الملك محمدين السادس إلى الكريملين في عام 2016 حاسمة لتقوية هذه العلاقات حيث شهدت توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم خصوصا في القطاعات الفلاحية والتجارية والسياسية والتي بدأت تؤتي تمارها اليوم وفق تعبير المنبر الإسباني واسع الانتشار ومنذ سنة 2000 شهدت العلاقات التجارية تنائية بين البلدين توسعنا بشكل كبير لا سيما في قطاع التعدين والفلاحة فقد استقرت مجموعة روسيا في منطقة بويافر قرب الناظر غير بعيد عن ميناء واستماد الناظر الذي من المرتقب أن تتم الانتهاء من أشغال بنائه في هذا العام وهو مجمع للصناعات البترو كيميائية حيث يتم تكرير 100 ألف برميل يوميا بالمجمع وستزداد هذه الكيمية لتتضاعف مع إدخال التقنيات الروسية لتكرير وتخزين المنتجات النفطية وفي أكتوبر 2019 تم توقيع عقد خلال أشغال القيمة الروسية الإفريقية بقيمة 2000 مليون يورو نهيك عن اتفاقية أخرى بين الريباط وموسكو تتعلق بالصيد والدراسات البحرية والزراعة وصناعة السيارات والطاقة والكيمياء نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب